أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحرارين ونادي الأسيرة الفلسطينية أكدت على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام الجاري نحو 230 مواطنا على الأقل ما يرفع من حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 5730 معتقل وأضافت الهيئة والنادي في بيان المشترك أن قوات الاحتلال شنت منذ مساء أمس عملية اعتقال واسعة طالت 40 مواطنا على الأقل في الضفة بينهم أسرى سابقون إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح وتهديدات بحق المعتقلين وعائلتهم